السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم في خناتي معكم مستر علي السيد ومكملين يونيت 2 لسنز 1 and 2 النهاردة إن شاء الله ناخد grammar هنبدأ بزمن الباست بيرفكت أو الباست بيرفكت سيمبول الماضي التام أو الماضي التام البسيط وكالعادة هنبدأ بالفورم التكوين يتكون زمن الماضي التام من subject فاعل ثم had ثم past participle وكده أنت بتكون جملة مبني المعلوم في الماضي التام كمان مرة فاعل ثم had ثم تصريف ثالث تديك معلومة على طول فاعل had تصريف ثالث طيب مثال عشان يثبت I had eaten lunch before I went to the park الحدث الأول هنا اللي هو أنا أكلت أنا أكلت الغداء الأول وبعدها أنا ذهبت للإيه؟ ليه؟ المنتزة يبقى فاعل اللي هو i هنا ثم had اللي هنا هده هو زائد الـ eaten اللي هو التصريف الثالث للفعل eat طيب لو بدأنا بقى بالobject اللي هو المفعول به اللي احنا بتسميه بالعربي نائب فاعل ثم had been زائد تصريف ثالث يبقى كده مجهول على طول مثال lunch had been eaten before I went to the park الغداء أكلة أولا قبل زيب الليه للمنتزة يبقى عندك هنا مفعول به أو نائب فاعله lunch ثم had been زائد تصريف ثالث يبقى مبني للمجهول كمان مرة المعلوم يا شباب فاعل هاد تصريف ثالث فاعل هاد تصريف ثالث فاعل هاد تصريف ثالث طيب المجهول مفعول به أو نائب فاعل had been تصريف ثالث يبقى اللي يفرق بقى ان فيه been في النص ممكن ننطقها been أو been طيب ننتقل بقى لليوسج اللي هو الاستخدام يستخدم الماضي التام ليعبر عن حدث اكتمل قبل وقت معين في الماضي لازم يكون في الماضي كله في الماضي يا شباب مثال I had graduated from my college by 2011 يعني أنا تخرجت أولا ده الحدث الاكتمل أولا من الجامعة بتاعتي أو الكلية بحلول 2011 وخلي بالك by تسوي before بالضبط هتترجمها بحلول أو قبلة يبقى الاول اللي اتخرجت وبعد كده 2011 رجعت يبقى حدث اكتمل قبل وقت معين في الماضي الاستخدام التاني يستخدم الماضي التام ليعبر عن حدث اكتمل قبل حدث اخر مش وقت معين حدث اخر في الماضي I had eaten lunch before I went to the park نفس المثال اللي يستخدمنا فوق الأول أكل الغداء وبعدها ذهب إلى المنتزب عندك حدثين حدث أول أكل الغداء وحدث الثاني اللي هو ايه اللي هو ذهب إلى المنتزب يعني نقدر نقول يا شباب إن الحدث الثاني أهو اللي هو وينت ماضي بسيط على طول ماضي بسيط ما تنسوش إن الماضي البسيط يعني حدث تاني وبما إن زمن الماضي التام يعبر عن ترتيب أحداث يعني فيه حدث قبله وفيه حدث بعده عشان كده أنا عملت لكم حركة لذيذة خالص قسمت لكم الزمن ده لعيلتين عيلة قبله وعيلة بعده نبدأ الأول بعيلة قبله وعشان تفهموا أكتر تابعوني بصوا على الكلمة دي before by the time وين أو حتى كلمة باي أول ما نلاقيهم على طول هنترجمهم قبله طيب كلكم عارفين إن أصلا before معناها قبله وكمان by the time معناها قبله طيب وين أخدناها بلكده بمعنى عندما صح لكن المراتي هناخدها بمعنى قبله وبعد شوية هناخدها بمعنى بعده إذن وين لها أكثر من معنى حسب السياق والجملة طيب نبص على المثال ده الأول بيقول ليه before I traveled I had checked my car قبل ما أنا سفرت فحصت العربية الأول يبقى الحدث الأول مين فحصت العربية عشان كده استخدمنا ماضي تان طيب والحدث التاني إن أنا سفرت بعده يبقى ماضي بسيط وbefore يعني قبله طيب شيل كلمة before كده وكتب by the time هتديك نفس المعنى بالضبط ونفس الصيرة ونفس الجملة يعني ايه التغيير before بقيت by the time يبقى by the time I traveled I had checked my car نفس معنى before I traveled I had checked my car طيب كمان ممكن تشيل before أو by the time وتستخدم when when I traveled I had checked my car يعني نقدر نقول إني before and by the time when لو بعدهم جملة جملة يعني فاعل وتكملة أهو فاعل فاعل كلهم يساووا بعض تمام كده ودايما بعدهم الحدث إيه التاني والجملة البعد الكومة بيكون حدث أول طيب ركزوا في المثال ده بيقول before traveling I had checked my car طيب إيه اللي تغير ما بين المثال ده والمثال ده بدأ before اللي اتنين before before طيب فوق ال I هنا مفيش I و I ده كان الفاعل إذن لما تحذف الفاعل بتضيف verb I in G يبقى القاعدة بتقول في حالة حذف الفاعل بعد الرابط اللي هو هنا before بنستخدم verb I in G بس بشرط يا جماعة بشرط لما نحذف الفاعل لازم الفاعل المحذوف ده يكون هو نفس الفاعل في الجملة التانية اللي هي بعد الكومة يعني ركزوا كده معايا بيقول قبل السفر هنا مش محدد مين الفاعل قبل السفر أنا يبقى لازم بعد الكومة يكون الفاعل اللي احنا حذفنا أساسا تمام كده وضحت عشان المعنى يكون ايه مناسب وصحيح طب نيجي بقى اللي باي by yesterday I had finished all my jobs قبل امبارح كنت خلصت كل المهام اللي وراي خلي بالك باي هنا أنا ترجمتها قبل وممكن ترجمها بحلول بس بحلول كده ما تبين لكش معناها قبل فترجمها قبل أفضل يبقى قبل امبارح أنا كنت خلصت كل حق يبقى الحدث الاول هنا مين اللي هو had finished عشان كده استخدم نماضي تيام والحدث الثاني اللي هو yesterday بس المرة دي على هيئة اسم اللي هو رقم يعني مش جملة كاملة اذا بعد by ما فيش جملة بعد by فقط ما فيش جملة لكن by the time في جملة طيب نيجي بقى لعيلة بعد اي كلمة من دول هتترجمها بعد after أو as soon as once وين ولسه هتقابلنا كلمات كتير زي no sooner زي hardly scarcely كلهم معناهم بعد طيب نبص كده على المثال ده بيقول ايه after I had eaten lunch I went to the park يعني بعد اما انا اكلت الغداء ذهبت الى المنتزه المثال اللي احنا ايه هنمشي عليه طيب شيل كده كلمة after واستخدم as soon as once وين وبعدهم نفس الجملة هيديك نفس النعنى يبقى ايزا كده after بعد و as soon as بمجرد ان او بعد once بمجرد ان او بعد وين بقى اللي احنا قلناها من شوية معناها قبل هنا هتترجمها بعد طيب هعرف ازاي بقى شايفين وين اهيه بعدها ايه ماضي تام يبقى اكيد الحصل الاول الماضي التام يبقى نقول قبل الاول ما اكلت اكيد لا يبقى بعد الاول ما اكلت يبقى حسب الجملة من الاخر كده وين لو بعدها ماضي تام اكيد معناها بعد لو بعدها ماضي بسيط والجملة التانية ماضي تام يبقى اكيد معناها قبل نفس العملنا مشواف احنا قلنا after بعدها فاعل او before بعدها فاعل شيء للفاعل على طول نستخدم verb ing نفس الفكرة تماما بيقولك لاحظ ان الفاعل المحزوف هو نفس الفاعل في الجملة التانية اللي هي بعد الكومة يعني نفس المنحوظة تماما eating lunch I went to the park يعني eating lunch I went to the park بيقولك ان كلمة after دي ما بينقوسين يعني تقدر تستخدمها في الحالة دي after اللي بعدها verb ing تقدر تحزفها خلي بالك يبقى after هنا option اختيرية ممكن تستخدمها او لا فلما تسمع eating lunch او اي verb ing ثم مفعول به وبعد كده حدث ثاني ماضي بسيط يبقى الترجمها بعدها يبقى بعد اكل الغداء خلي بالك من المحوظة دي عشان تيجي في المتحانات كتير يبقى كمان مرة after اللي بعدها verb ing ممكن تشيل after في الحالة دي يبقى after اللي بعدها verb ing ممكن تشيل ايه after بتديك نفس المعنى تماما طيب عندنا كلمة تانية تساوي بعد او قريبة في المعنى من بعد يعني مثلا هقول i didn't go out until till i had eaten lunch ترجمه كده معايا انا ما خرجتش برا غير لما او حتى تناولت غدائي الاول ايه نفس المعنى في الاخ يبقى الاول هو عمل ايه عمل الاكل يعني اكل يعني وبعد كده خرج برا يبقى الترجمه until او till معناها حتى او غير لما في الغالب قبلها ماضي بسيط منفي يعني انا ما عملتش حاجة لما حاجة الاول تمت طيب اظن الحاجات دي واضحة جدا جدا وسهلة صح طيب نركز في اللي جاية عشان صيغ غريبة خالص مش هتقابلك ومش هتقتنع بيها في العربي اصلا يعني مش تقابلنا في العربي اصلا هي موجودة في الانجليش عشان كده هنجيب اللي يسويها بصوا معاي having eaten lunch i went to the park عارفين معنى الجملة دي ايه معناها بعد بعد ما اكلت الغداء برضو فين بعد بصوا لما تلاقي having زائد تصريف ثالث هنترجمها بعد ودي مبني للايه للمعلوم يعني الجملة دي مبني المعلوم تمام يبقى having تصريف ثالث معناها ايه بعد كمان مرة having تصريف ثالث معناها ايه بعد ومبني للمعلوم لو وضفت بين في النص هتبقى مجهول يعني مثلا having been cooked the food smelled nice having زائد بين زائد تصريف ثالث تديك على طول مبني المجهول ومعناها برضو بعد بس الصياغ مجهول يعني ايه نترجم كده المثال ده بيقول having been cooked يعني بعد ما طهية طهية مبني مجهولة ودايما زي ما اكتفقنا الحاجة اللي نحزفها لازم تكون موجودة بعد الكومة احنا حزفنا مين اللذي طهية اكيد الاكل يبقى the food الاكل يبقى في حالة حزف الفاعل لازم يكون بعد الكومة في حالة حزف المفعل بيه برضو لازم يكون بعد الكومة عشان معنا يكون سليم يبقى بعد ما طهية الطعام كان ريحته حلو بعد ما الطبخ يعني وكده يبقى كلمة نوثونر معناها بالفصحة لم اكد ان افعل شي ترجمها بعد ورايح دماغك فيها حاجة غريبة لاحظتوها ولا لا هاد اي ايتن هو الطبيعة تكون ايه اي هاد ايتن اه وكمان في حاجة كمان تانية غريبة than كان فيه ما بين الجملتين حدث الاول والتاني في كل الرابط اللي عدد كومة لا المرة دي فيه كلمة than ما فيش كما يبقى معا نوثونر فيه في النص ما بين جملة الحدث الاول والجملة الحدث الثاني كلمة than ونوثونر هتترجمها بعدها وهنشأل بكيان الجملة يعني اي هاد ايتن هتبقى هاد اي ايتن يبقى القاعدة كالتاني نوثونر هاد زائد فاعل زائد تصريف ثالث وفي النص than ما بين الجملتين واضحت بنسميها انفرجن يعني اقلاب اقلاب انفرجن انفرجن يعني اقلاب يعني الفعل المساعد يتقدم على الفاعل لان الطبيعي المفروض ايه المفروض الفاعل الاول لا المرة دي ايه فعل مساعد كأنك بتعمل سؤال من الاخر بس هي مش سؤال طيب نوثونر ممكن يكون لها شكل طبيعي يعني تدخل جوه بعد هاد يبقى احفز كده معايا than يبقى نوثونر على طول ونوثونر لها كم شكل اتنين شكل مش طبيعي اللي هو في شقلبة وشكل طبيعي مفروض شقلبة بتكون بعد هاد على طول طيب عندنا كلمة شبهها اسمة هاردلي او سكرسلي دي او دي هاد اي ايتن لانش وين وساعات بفور اي وينت اوت اه يبقى لما تلاقي الجملة بدقة ب هاردلي او سكرسلي برضو هتشكل بكلان الجملة اللي قبلها او اللي بعدها فتبدأ بالفعل المساعد بتاعنا اللي هو هاد ثم فاعل ثم ايه التصريف الثالث وفي النص بقى ما فيش ذان ده فيه وين او بفور يبقى القاعدة هاردلي سكرسلي اي واحدة فيهم هاد فاعل تصريف ثالث وين او بفور ثم حدث ثاني اللي هو دايما بيكون ماضي بسيط طيب الشكل الطبيعي الهاردلي وسكرسلي نفس فكرة نوثونر هتكون بعد هاد يبقى اي هاد هاردلي او سكرسلي ايتن لانش وين او بفور اي وينت اوت كمان مرة لما تلاقي ذان في النص يبقى نوثونر لما تلاقي وين او بفور بس الشائع وين يبقى في الاول هاردلي او سكرسلي واحدة منهم طيب عندنا شكل تاني برضو بس المرة دي شكل طبيعي جدا يعني ترتيب الجملة طبيعي الغريب بس ان في النص في ذات زي ما انتو شايفين المثال بيقول هنترجمها بعد برضو برضا نترجمها بعد بعد ما انا اكلت الغدا اي وينت اوت خرجت بره تمام يبقى في النص ذات يبقى كده ذات مع مين مع اتوازنت انتل اتوازانلي وين طيب وين او بفور مع هاردلي او سكرسلي طيب ذان مع نو سونر بس ما تنسوش مع الحالة الاخيرة اتوازنت انتل اتوازانلي وين اني مفيش اقلاب الجملة طبيعية جدا اي هاد ايتن لانش تمام جملة عادية خالص نيجي بقى الان كلمة ان لو بدأنا بيها الجملة بيكون معناها عند او حين او بمجرد ان بص المثال ده بيقول ايه ان الرايفينج هوم عند الوصول او بمجرد الوصول الى البيت خلعت الحزاء بتاعي يبقى ان هنا معناها عند او حين او بمجرد ان بعدها ايه بعدها verb ing او noun وبالتالي الرايفينج هوم اللي هي عند وصول البيت ايه اللي حصل عملت حاجة بعدها على طول اللي خلعت حزائي يبقى لازم الحدث لازم الحدث البعده ان يكون ايه قصير لحظة وصول البيت او دخول البيت حدث ايه حدث قصير طبعا ما ينفعش يكون طويل لان لو طويل هتبقى ويل بتاعت الوحدة الاول تمام طيب بيقول لك القعدة كالتالي on verb ing او noun الحدث قصير او لحظة زي ما اتفقنا ثم حدث ثاني في الماضي البسيط منحظات اضافية اول ملحوظة بيقول الجملة التي تبدأ بnot until not since only after only when يتقدم الفيل مساعد على الفاعل في الجملة الرئيسية اللي هي الجملة التانية يعني بعد الكومة بصوا المثال ده هتفهم بيقول not until i had eaten lunch did i go to the park انا عرف ان الشكل ده غريب جدا معكم بس ركزوا معا not until معناها بعدين هنترجمها برضو بعد بعد طيب الجملة البعدها طبيعية i had eaten lunch يبقى بعد ماكلت الغداء كومة الجملة بقى التانية هي الغريبة هتعمل اقلاب فيها يبقى كل العدن و سونر و هاردو سكيرسلي عملنا اقلاب في الجملة الاولى لكن المرة دي في الجملة التانية اللي هو الحدث ايه الثاني احنا عملين من اول الفيديو نقول ان الحدث الاول ماضي تام صح حدث اول ماضي تام صح قلنا كده فهل ينفع يكون ماضي بسيط ايوه ينفع ازاي بقى طب الحدث الثاني الحدث الثاني زمن ايه ماضي تام ولا ماضي بسيط ماضي تام ولا ماضي بسيط لا الماضي التام لا مستحيل الحدث التاني لازم يكون ماضي بسيط فقط لكن الحدث الاول ماضي تام او ماضي ايه بسيط طب امتى ماضي بسيط لما يكون الماضي التام فيه مشكلة او مش متوفر يعني هو الاولوية كده كده التام. لكن لو مش موجود اختار ماضي ايه بسيط. لكن الحدس الثاني كده كده حالة واحدة بس ان هو ايه ماضي بسيط. يعني مسلا جملة زي دي بيقول نو سونر. هناخد مثال بنو سونر. هاد اي تشيكت ماي كار. يعني بمجرد ما انا في حصل سيارتي مفيش كومة طبعا. هنقول هنا ده الشكل الطبيعي لانه سونر بعدها اقلاف في الماضي التام حدث اول صح? طيب هنعمل ايه بقى في حالة انه ممكن يكون ماضي بسيط ما احنا قلنا في احتمال ان الحدث الاول يكون ماضي بسيط. لو مش متوفرة لانه الماضي التام. طيب هنقول نو سونر هتعمل سؤال في الماضي البسيط اللي هو ديد فعل مصدر. يبقى ديد اي تشيك ماي كار وكمل ذان اي ترافل وضحت يبقى انا ممكن مع نو سونر استخدم ديد فعل مصدر لو كان الحدث الاول ده مش متوفر ليه غير الماضي ايه الماضي البسيط او الاتنين يبقوا مع بعض يعني يقولك الاختيرة الاول والتاني صح ماشي ما تنسوش الماضي البسيط ممكن يكون حدث اول يعني جملة افتر اي هاد ايت ممكن تبقى افتر اي ايت مفيش مشكلة بس ده في حالة ان ايه الماضي التام مش موجود. ننتقل بقى لزمن الباس بورفكت كنتينوز زمن الماضي التام المستمر. التكوين بتاعه فاعل هاتبين زاد فرب اي انجي. فاعل هاتبين زاد فرب اي انجي. مثال I had been studying english when my father came. I had been studying english when my father came. had been زاد تصريف ثالث. طيب الاستخدام بقى. يستخدم زمن الماضي التام المستمر ليعبر عن حدث استمر لفترة. ركز معي استمر لفترة قبل وقت معين في الماضي. يعني هو نفس فكرة الماضي التام بس مش استمر لفترة. الماضي التام اكتمى. لكن الزمن ده الماضي التام المستمر استمر لفترة. ولكن اكتمن خلي بالك برضو خلص يعني. يعني اللي اتنين اكتمنوا. بس واحد اخد فترة اللي هو الماضي التام المستمر. مثال عشان نفهم اكتر. I had been studying english for two hours by midnight. يعني انا كنت عمال اذاكر انجليزي وخلصت المذاكرة بس اخدت ساعتين قبل وقت معين في الماضي. اللي هو بحلول منتصف الليل. الاستخدام التاني يستخدم الماضي التام المستمر ليعبر عن حدث برضو استمر لفترة. لازم يكون اخد فترة كده طويلة. قبل وقوع حدث اخر في الماضي. مثال I had been studying english for two hours. كنت عمال اذاكر بقى لمدة ساعتين قبل ما بابا جه. يبقى الحدث الساني مين بابا جه. يعني من الاخر برضو الماضي التام المستمر هو حدث اول. هو حدث ايه? اول. والماضي البسيط حدث ثاني. ولكن الحدث الاول اللي هو الماضي التام المستمر هنا في استمرار اسمه مستمر يعني اخد فترة. وبالتالي هنلاقي تعبيرات زي for زي since زي all day والحاجات دي كلها. الاستخدام التالت للتعبير عن حدث استمر لفترة. والاستمرار بتاعه او طول الفترة دي او الحدث ده كان له اثر على حدث اخر في الماضي. ماما كان يبدو عليها التعب ده الحدث الثاني لان حاجة حصلت الاول واخرت فترة اللي هي الماضي التام المستمر بوجود all day واخد بالك all day all evening all وبعدها مدة يبقى ماضي تام مستمر على طول. يبقى هي كانت شغالة طول اليوم وده اثر على الماضي ان هي بقيت تعبانة. واضحت? يبقى الاستخدام التالت للتعبير عن حدث استمر لفترة واستمرار الحدث ده كان له اثر على حدث اخر بس كل ده امتى في الماضي لان لو الاثر في الحاضر هيبقى مضارع تام ام مضارع تام مستمر اللي اخدناه في الوحدة الاولى. طيب شوية ملاحظات مهمة جدا جدا جدا. اول اول ملحوظة لا نستخدم الماضي التام المستمر مع الافعال اللحظية. فعل لحظي قصير جدا كده ما ينفعش ناخد مع ايه زمن الماضي التام المستمر. يعني ايه بص المثال ده بيقول my car had broken down before I reached to work. سيارتي تعطلت. تعطل السيارة عطل حصل مرة واحدة فوقفت صح؟ يبقى العطل ده حاجة ايه؟ حاجة لحظية كده حاجة بتحصل بسرعة. وبالتالي ساعتها ماضي تام بسيط مش مستمر. يبقى الفعل اللحظي او الحدث القصير ماضي تام بسيط مش مستمر. الملحوظة التانية. لانا استخدم الماضي التام المستمر عند ذكر مرات حدوث الفعل. نفس فكرة الماضي او المضارع التام مضارعة المستمر. نفس الفكرة. لو انا ذكرت عدد مرات الفعل بس المرات انتهى بقى. لان المضارع التام كان الحاجة مكمل لغات وقت الكلام. لكن الماضي التام معناها الحدث ده انتهى. يبقى انا عملت حاجة ثلاثة اربع مرات بس انتهى الكلام. ساعتها ما ينفعش استخدم ماضي تام مستمر. لازم يكون ماضي تام بسيط. مثال. عندك حدث خلص اللي هو بعد ثلاث ايميلات قبل ما انا روحت. الحدثين خلصوا. الحدث الاول ان انا بعد كم ايميل ثلاثة. يبقى انا ذكرت عدد مرات حدوث الفعل. فما ينفعش ايه ماضي تام مستمر. لازم ماضي تام بسيط. طيب. نستخدم الماضي التام البسيط وليس المستمر مع الافعال التقرية او افعال السبات او الحالة. يعني مثلا. بدا عليه انه مستعد قبل ان بدأ الماضي. الكلام كله في الماضي. هو الماضي بدأ. وقبلها على طول كان شكله مستعد. طيب يبدو اللي هو فعل يبدو من افعال الحالة. زي لفزة. ما ينفعش نحطه في اي زمن مستمر. وبالتالي هنجيب هنا الماضي التام اللي ايه? البسيط. طيب لاحظ استخدام ازمنة الماضي في الامثلة التالية. المثال الاول بيقول I couldn't answer the phone as I was sleeping. ده زمن ايه شباب مين فاكر? ماضي مستمر. ماضي مستمر. صح? طيب احنا قلنا الماضي المستمر يعبر عن حدث كان مستمر عن اثناء حدث اخر. هنا النوم كان مستمر وبنان عليه مقدرش يرد على ايه? على التليفون. يبقى لما التليفون هو اصلا في نفس الوقت كان نايم. اذا قازي هنا هنترجمها بينما. وهنا مفيش ترتيب احداث. يبقى في الماضي المستمر مفيش ترتيب احداث. لان في حدث جوه حدث او حدث يتخلى الحدث او حدث بيحصل في نفس الوقت بالظبط. طيب I was tired as I had been playing for three hours. خلي بالكم الترجمة في الزمنين واحد. ده اسمه زمن ايه? ده ماضي. تام. مستمر. طيب نترجم كده I had been playing. كنت بلعب. طيب لو قلت I was playing. مهم. برضو معناها كنت بلعب. بس فيه فر. احنا قلنا الماضي المستمر بيحصل اثناء حدث اخر. في نفس الوقت. لكن الماضي التام المستمر اللي هو نفس ترجمة الماضي المستمر. حدث اكتمن اولا. يبقى حدث تمر الفترة قبل ما يكتمل. واضحة كده. يبقى اكتمام للعب لمدة ثلاث ساعات بعده على طول حصلت حاجة اللي هي اللي هي انه كان متعب. انا عاوز اقول ايه? عاوز اقول ان الماضي المستمر معناها الحدث ده كان مستمر في وقت حدث تام. لكن الماضي التام المستمر لا ده اكتمل اولا قبل حدث اخر. طيب بيقولك ان الماضي التام المستمر يركز على ان الحدث استمر لفترة قبل وقوع حدث اخر. لذلك نادي التعبيرات زي الدي. for a long time. all day. all night. قولوا اي مدة بقى. for three hours. اه ممكن نضيف عليها كلمة now. since وهكذا. يبقى هو بيركز على طول ايه? فترة الحدث باستخدام التعبيرات اللي انا قلت لها دي. وفي الحالة دي الماضي التام المستمر هو المفضل في الاختيارات. خلي بالك مش هو الصح مفي المية هو المفضل. لكن لو احنا ملقنهوش بقى سيدة هنعمل ايه? هنضطر للماضي التام. طيب عشان نفهم اكتر ببصوا على السؤال ده بيقول ايه? i was tired as i not. had been playing ولا had played football all evening. هو بيقولك انا كنت متعبا لاني كنت بلعب كرة اطوال المثال. طيب هو اه لغويا لتنين صح بس قلنا مين المفضل هنا لما نلاقي all يبقى الماضي التام المستمر. طيب بصوا المثال ده. i was tired. نفس المثال. بس ما كانش في الاختيارات بقى موجود ماضي تم مستمر. رغم ان في all هي وبعدها مدة زمنية او فترة. هنضطر للزمن البسيط بتاعه اللي هو الماضي ايه? التام البسيط. يريد ان نكون فهمنا.